مرحبا بكم في فيديو جديد في دور التدريب مدربين سروبانة بتبيع التدريب يخص الكبار والصغار مهما كان المستوى امتاعك سوى قاري سوى ماكش قاري سوى تحب الرياضيات وإلا تكره الرياضيات معنا نحن تتعلم الرياضيات بكل سهولة ويسر عندي طريقتي الخاصة لإيصال المعلومات والحمد لله الكل يشكروا فيا نعرف كيفاش نوصل المعلومات ما عليكم كان تشاركوا في القناة وتضغطوا على جرس الكل باش يؤسركم كل فيديو جديد وحلقة اليوم باش نعملها حول كيفية تمثيل الاعداد على الاصابع معناها المرة هذي بدون استعمال السوروبان كنا قبل نستعمل السوروبان لتمثيل الاعداد وللانجاز العمليات اليوم ملا باش نستعملوا الاصابع ونمثلوا بها الاعداد بنسبة الاصابع النجم المثلو الاعداد في اليوم من السفر حتى للتسعة وبالنسبة لليد اليسرى النجم المثلو الاعداد من سفر حتى للتسعين باش اليد اليوم هي الاحد اتمثل الاحد واليد اليسرى هي اتمثل العشرات اني حبكم بتركزوا معايا من الول للاخر باش ما تفوتكم باش حتى معلومة على خاطر كل معلومة نقولها رايهمة جدا باش تفهموا واتبقوا بالصحيح اذا كان معانيا باش تحاولوا تزربوا الفيديو اراكم ما قوم باش باش يفهموا مرة واحدة بيه بيه عنا نهني شنية عنا نحنا في السروبان امتاعنا بيه عنا خرازات خمسية وعنا خرازات احادية بيه تو انام الخرازات الاحادية وانام الخرازات الخمسية في الاصابع امتاعنا قلنا موليد لمين هي الاحد واليد اليسرى هي العشرات اذا الهناء عنا خرازات الصفلية هما يمثلوا الاصابع الصفلية ابامة اللي هما كل اسبع الهناء يمثل واحد كل اسبع القيمة بتاعه واحد اذا معناها عبارة تمثل خرازات احادية وبالنسبة للاسبع الابهم هو يمثل الخرازات الخمسية اذا كان اليد اليمنى هي معناها الاحد معناها اذية تمثل خمسة وذية تمثل واحد وذية تمثل اثنين وذية ثلاثة وذية اربعة اذا كانت نحن حاشتنا بتسعة نحلوهم اذ كل ماي هاذي خرازة خمسية وذيما شنية اربعة عبارة اربعة خرازات احادية اربعة مع خمسة يوليوا تسعة من غير المالة لان استعملوا السربان امتاعنا باش نوليوا لهناء يمثلوا على الناديد اليدوي به اذا كان انا حاشي بستة نعملها كية خرج اسبع السبابة واسبع الابهم به اذا كان انا حاشي بسبعة نعملها كية اذا كان انا حاشي بثمانية نعملها كية اذا كان انا حاشي بتسعة نعملها كية اذا كان حاشي سفر نعملها كية هنا كنا تشوفوا الحالة امتاع السوروبان في وضعية التصفير وكيفيش وضعية التصفير في كلمة طلقة على الأصابع نعمله بالطريقة أذية أذية حالة التصفير في الأحد والعشرات تبدأ لدين والأصابع مل مؤمع به نمشي ونفسر وطاوة اليد اليسرى اليد اليسرى شنية تمثل هي؟ اليد اليسرى قلنا هي العشرة ذيما يمثلوا الخرزات الأحدية وذي يتمثل الخرزة الخماسية الخرزات أحدية معناها كل أسبوع من هنا يمثل عشرة كل أسبوع من هنا يمثل عشرة إذا كان أنا حاشتي بصفر نعمل في العشرات نعمل بطريقة أذية إذا كان أنا حاشتي بصفر نعملها نخرج سبعة واحد إذا كان حاشتي بشرون نخرج سبعين إذا كان حاشتي بثلاثون نخرج ثلاثة أصابع إذا كان حاشتي بأربعون نخرج أربعة أصابع إذا كان حاشتي بخمسون نخرج أسبع الإبهمة إذا كان حاشتي بستون نخرج أسبع الإبهمة وإسبع أصبابة إذا كان حاشتي بسبعون هكاية ثمانون هكاية تسعون به طيب أعرفنا كيفاش نمثلوا الأعداد على الأصابع متعنا طيب باش نقول لكم مثلوا لي ثلاثة وثلاثون على الأصابع متعقم باي ثلاثة وثلاثون باي من بعد لتمثلوا الثلاثة وثلاثون باش نعتيكم تطبيق التطبيق هذه حاولوا أنتم تنزوا التمارين أي عدد تشوفوه حاولوا أنتم تنظلوها قبل لتشوفوا التمثيل على الأصابع قبل لتشوفوا الإسلاح بتبيع التمارين أبايا أعطيت هولكم مع الإسلاح أما أنتم تحبكم تحاولوا تعملوا على رواحكم إنكم تمثلوا العدد على الأصابع متعكم قبل لتشوفوا الإسلاح ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة شكرا على قصم التابعة والاهتمام لا تنسوش اذا كان عجبكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجارس الكل باش يصلكم كل فيديو جديد القناة فيها كل عجب تنكم فيها دورة تدريبية كاملة حول ان السرق بان فيها كل المستويات جمع والطرح بسيطين اصدقاء الخمسة في جمع والطرح اصدقاء العشرة في جمع والطرح وفما زاد الضرب والقسم كل شيء كيفية وصول الطفل الى مرحلة التخيل معناها وكيفية اعداد الحقيبة التدريبية كل شيء يهمكم حتى اسهل طرق لحافظ الجادة والضرب نعرفهم هذا من كل يهمكم برشا لذلك احدثهم لكم في القناة وزادة ان قدموا في مراجعة لابنائكم وان قدموا في امتيحة ناتة اللي اتجيهم في كل ثلاثي ماذا بخلوش علينا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة اذا كان انتم ما مكنش مشتركين اعطونا رأيكم في الفيديو يا قولونا هل ترى طريقة السروبان الخير يا اما طريقة الاصابع اللي تعلمناها اليوم خير دمتم في حبد الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته